خرج الكرد في العاصمة الألمانية برلين بمظاهرة حاشدة احتجاجا على العدوان التركي على مدينة عفرين السورية وذلك قبل زيارة وزير الخارجية التركي مولود شاويش أغلو إلى ألمانيا ورفع المتظاهرون صورا لدحايا القصف التركي على عفرين منددين بالهجوم العسكري الذي تشنه تركيا وميليشياتها على عفرين رافعين صورة تشير إلى تعاون وزير الخارجية الألماني زيغمار جابرييل مع نظيره التركي وطلب منظم التظاهر باتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية واقتصادية فورية وحاسمة من قبل ألمانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف ناتو ضد تركيا